طهر تسامى رحمة للعالمين إنه طهر تسامى رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهل لنا أمورنا وشرح لنا صدورنا وأتمم لنا نورنا واخفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد أيها المشاهدون أيها المشاهدات أينما كنتم طبتم مطاب مجلسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي بكم مجدداً مع هذه النفحات النبوية ونحن في شهر ربيع الأول شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نختلف من معينه ونقتبس من هديه وننال من بركاته صلى الله عليه وسلم فهو مبارك علينا وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهذه الأمة لأولها وآخرها فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباعه حقاً ومن الذين يريدون حفظه يوم القيامة ويسقون من يديه الشريفتين شربة هنئة لا نضمأ بعدها أبداً خلق اليوم الذي نتحدث عنه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمتاز بها ونال بها المرتبة العالية والمثل الأعلى هو خلق الحلم والمقصود بالحلم هو العفو دون مؤاخذة دون عتاب يعني أن يعفو عن من أخطأ معه أو ظلمه بدون عتاب لأنه يمكن أن يعفو ولكن يرسل العتاب أو اللوم لكن الحلم هو أن لا يؤاخذ لا بالقول ولا بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان فعلاً من الحلماء كان حليماً كان يعفو عن من ظلمه ولا يرسل أي عتاب يعفو عن الصبيان ويعفو عن المرأة التي تخطئ معه يعفو عن زوجاته ولا يرد لهن الكلام كان حسن المعاشرة في أهله وفي بيته صلى الله عليه وسلم كان حليماً مع أصحابه وربما تعرض لكلمات مزعجة ممن لا يعرف قدره من الأعراب الذين أسلموا حديثاً أو لما يرسخ الإيمان في قلوبهم كان الواحد منهم يأتي ويقول يا محمد اعطيني من هذا المال فإنك لا تعطيني من مال أبيك ويشده من ردائه حتى يترك صفحة عنقه حمراء فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويبتسم ولا يغضب ولا يظهر أي إنكار وكأنه لم يكن شيء ويقول عطوه هكذا كان عليه الصلاة والسلام ويقول في ذلك لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر كان يتأسى ويقتدي بالأنبياء كما أمره الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وذكر موسى لأن موسى فعلا تعرض لأذى شديد من بني إسرائيل وكذلك من فرعون وملئه حتى قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه والنبي صلى الله عليه وسلم كان حليما أيضا مع أدائه الذين كانوا يتآمرون عليه ويتربصون به وانظروا فقط هذه الواقعة المؤثرة جدا عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وبعدما رد ردا منكرا أغروا به الصبيان حتى أدموا قدميه الشرفتين وهناك يأتيه جبريل معه ملك الجبال ويقول يا محمد إن هذا ملك الجبال وإن الله أمره أن يطيعك فمره بما شئت فسلم عليه ملك الجبال وقال مرني بما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين عن الجبلين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم العفو الكريم لا ولكني أسأل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا كذلك في فتح مكة عندما جاءه الذين كانوا يعذبونه ويضطهدونه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أصدر عفوا شاملا وكان عليه الصلاة والسلام حليما فعلا مع الصديق ومع العدو وهذه الأخلاقية التي اكتسبت اكتسب بها قلوب الأتباع وقلوب الأصحاب فكانوا يحبونه ويفدونه بآبائهم وأماتهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله